عبدالله عراقي ونحن فيه ابوي يشتغل معا محمد عراقي وعمي وعماني كمان معا بعدين عد وصول الحجاج يوصلوا جدا كانوا يجيوا موزيدا حينة اربعمية وخمسمية عشرين نفر ثلاثين نفر يجيك ايش اللي هو يقول له دحين البرقيات هذي يرسل اللي يقول له الله مصلي عن نبي كان يرسل له برقية يقول وصلكم ثلاثة حجاج وصلكم عشرة حجاج تقينا عليه مكينا ونحن عقب نستعد عبال ما يجوا هنا نعرف عاد وصلوا في الليل وصل هذا نستعد اذا قد العدد اللي يكون عشرين خمسة عشرين ثلاثة يطبقوا لهم الاكل يضبوا تقولهم هو من يوم ما يوصلوا دخلوا ياكلوا الضيافة هذي الضيافة عندنا في البيت كمان يشي قدموا لهم يقدموا لهم صبحة وسجادة ومصحف هذي الكل حاجة العدد اللي يكون عشرة عشرين بعد ما يغلقوا وارتاحوا كل شيء ياخدهم على الحرم يطوفهم وارجعات بس الاندونسين كانوا يقرأوا اكتر شيء يقولون جم سكنهم جمب الحرم ما يحبوا بعيد بالنسبة لعلاقات الحجاج او علاقتنا مع الحجاج هي ما كانت فقط علاقة في فترة موسم الحج لا العلاقة هذه كانت بتستمر الى ما بعد موسم الحج يعني كان الوالد رحمة الله عليه بعد انتهاء الموسم الحج بيكون فيه دعوات من الحجاج بيروح يزورهم في اندونسيا ويجلس معهم لفترات طويلة فكانت علاقة حميمة وعلاقة ود بينه وبينهم يعني مش بمجرد انتهاء موسم الحج العلاقة هذه النقاط هي مستمرة وفيه تواصل مستمرة طبعا الوالد كان يتحدث اللغة الاندونسية بشكل جيد فكان التواصل بينهم بشكل كبير وشكل قوي في محبة بينهم ان كان خلال التليفون او خلال الرسالة البريدية فكانت علاقة ود ومحبة بالفعل يعني لما قلت لك انه هي كالعائلة يعني من يوم ما كانوا موجودين هنا جلسوا معانا واكلوا من اكلنا وناموا في بيتنا احنا نفس الشي بعد كده بعد مغادرتهم بالروح ويستضيفونا عندهم ونجلس معاهم قبل ما يسافروا الحاج ما يبقى يسافر ابكي لما يبقى يروح بلده ابكي يقول لك انه مسافر فاركت اهلي الان انا قاعد نودعهم ويروحوا حتى نرافقهم الى المطار اول كانوا جونا موز بالطيرات كانوا جووا بالباخرة ياخدوا خمس سنة